جماعنا لا يدي إن في البحر شياطين مسجونة أو ثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا الشياطين يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا الشياطين تقرأ قرآه تقرأ من البحر تقرأ قرآن سبحان الله يعني الشيطان يطلع يقول أعوذ بالله السميع العليم منا نحن الشياطين الرجيمة أي هو القرآن وبس طب حضرتك احنا حذرنا من هذا حذرنا اه حذرنا من الشياطين المتوسقة في البحر وسقها سليمان سبحان الله لله في خلق الشئون وفي تحذير من هذه الفئة اللي هتظهر في آخر الزمان فانا قدام الآن قلت لو بتشتغل مع الملحدين بيدفعوا لك فلوس والله ما هتقول كده اقسم بالله الذي لا نؤمن به ملاحدة بيصرح بإلحاده علنا ومعهم فئة مسكة ثلاث مسارات ثلاث مسارات مسار صلاح سالم مسار إنكار سنة مسار إخراج النص عن معناه ومسار ربط التطرف بالالتزام ايه الديني قول قول وطبعا ده أخطر مسارات لأنه هيولد داعش أخرى وأنا قلت هذا أخطر مسارات الرجل يا جماعة حريص على الأمة الرجل حريص على الأمة الرجل قول يا حبيبي قول هذه إعادة لتوليد داعش لكن لما تصور المسلم الطبيعي اللي هو والدي والدة مسلم الطبيعي مسلم الطبيعي مسلم البيور طبيعي من غير إدافاته ولا مواد حفظه في الكرة وفي الريف وفي الصعيد عندنا إنه مسلم فيه تطرف فإنت كده يعني أو فيه داعشية هو بيقول إيه يا أخوانا يعني يعني حد فهم حاجة كما يقول الإسلام بحيري أو مش عايز يذكر أسماء يعني خلاصاً إنت توليد داعش إنت سؤال يا شيخ خاسم هو إيه الفرق أصلاً ما بينك إنت وبين داعش أصلاً هو فيه فرق ما بينك وبين داعش يعني أصلاً إنت تنتقل داعش ليه وإنت كل الحاجات الأفكار اللي بتحملها داعش بتحملها في جوه النفوخك دي الله يخرب بيت كده لما الإنسان الساوي تقوله ده داعشي فخلاص فدي مشكلة الخطاب ده خطير خطير يا لاوي